المجريات الميدانية الحالية تشير إلى تصارع وطيرة التقدم الاسرائيلي في جبهة رفح الفلسطينية بينما تخوض الفصائل الفلسطينية قتالا عنيفا في محاور شمال القطاع خاصة محور مخيم جباليا مصار العمليات في التوقيت الحالي يدل على أن أولوية التقدم الميداني للاحتلال ترتكز على السير نحو الحدود الجنوبية بدءا من بوابة صلاح الدين وحي البرازيل وحتى منطقة المخيمات جنوب رفح الفلسطينية ويرجح استمرار التقدم على هذا النحو من أجل فصل كامل للخط الحدودي عن بقية مناطق قطاع غزة ويتوقع أن تقوم القوات الاسرائيلية قريبا بإدخال لواء أو لواءين إضافيين من كرمي أبو سالم لتولي العمليات في القسم الشمالي من مدينة رفح الفلسطينية والذي يشمل أحياء البيوك وتبت زراع وأحياء أخرى بهدف تأمين القوات التي تتقدم بمحاذاة الحدود ومنحها الوقت الكافي لتنفيذ مهمتها بنجاح الصور الحديثة الجوية لوسط رفح الفلسطينية تظهر حدوث عمليات نزوح كثيفة وخلوا لمنطقة أو مناطق كانت تتواجد بها مخيمات النازحين خاصة في حي البرازيل وبالتالي هذا قد يجعل وطيرة التقدم الاسرائيلي سريعة خلال الأيام المقبلة ومع تقارير أممية تتحدث عن نزوح أكثر من 450 ألف فلسطيني من رفح الفلسطينية تجاه منطقة المواصف في الشمال الغربي فإنه من المتوقع تسارع خطة الإخلاء الاسرائيلية في رفح الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يصل رقم المتواجدين داخل المدينة لأقل من 400 ألف شخص وعلى جبهة أخرى وهي الجبهة اللبنانية يواصل حزب الله تعمية قدرات المراقبة لدى جيش الاحتلال من خلال إطلاق عدد كبير من الصواريخ على قاعدة المراقبة الجوية في جبل ميرون وفي الوقت نفسه يداوم على استهداف أنظمة المراقبة والتصوير والرصد في المستوطنات والمواقع العسكرية الحدودية وكذلك أنظمة المراقبة الجوية والمناطيد والمسيارات وهو تيكتيك مكلف على المستوى الإسرائيلي ويساهم في الوقت نفسه في استمرار حالة التهجير بين سكان المستوطنات الشمالية لإسرائيل والتي بدأت تثير قلقا داخليا في الأوساط الإسرائيلية بشكل واضح إسرائيل مستمرة في تصعيد عملياتها خاصة في مدينة رفح الفلسطينية كما تعمل في مناطق شمال ووسط القطاع لتحقيق الهدف الذي أعلنت عنه وهو القضاء على حركة حماس وإن لم يكن هذا الهدف قابلا للتحقيق حتى اللحظة بينما تستمر مناوشتها مع حزب الله في مناطق الجنوب اللبناني مع مخاوف من توسع رقعة القتال بين الجانبين لمناطق أكثر عمقا معظمات مخاوف من تحقيق الهدف قضاء